اشتركوا في القناة بسم الله. المهم. اوكي يلا ندخل ونشوف شنو التفاصيل. اه اوكي هاتس جيد دخول يومي. اوكي يوترا يدر والله حصلتها امس. اه بعدين رح نزل اه التفتيح الشخصية زي ما تشوفونها. شخصية سيرف. اوكي. المهم. بسم الله. اخي نشوف هذا والله اول سلح. هو شرحته يعني اللي الناس اللي يعني قبل النزول لانه والله بصدقة. توقع انه رح يغير هاد اللعبة. بصراحة مش فاهم يعني رح يغير النظام. وات. اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تحديد والله الرقصة يعني مو بدك الشكل بصراحة يعني ما عاجبتني كتير كتير بس معلش يلا يعني والبيستول والله رهيب زين اه شنو التاني بصراحة تقييمي للعجلة يعني مش اه توقع بس السلاح ببيستول رقصة شوي بصراحة هذا الاوت لو يعني شخصين ما الابي الشخصية هادي هي شخصية بس اه اطولها قناع اوكي تنبيمة والله فخمة اوكي ممكن هذا اول سكين اوكي الحقيبة يعني بس اه والله اهم شي والله اتمنى لو اني احصل هاته السلاحية يا شباب لانه بصدق اريد اه اجرب اول سلاح يكون بصيغة الماتيك فمش عارف نتمنى يعني والله اتمنى بسم الله يا رب شي زين اوكي يلا معلش اوكي يعني اعطونا شي لجندري بس والله يلا يا خيمة يلا يا رب شي زين امشي لا تعطانيش شخصية لا 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 تفاصيل وتطلح زينة بصدق والله وعمري ولا لعبت بسلاح الأوتلو بصراحة بس الموسم اللي نزل معنا وخلاص بعدين والله ما جربته جربته ممكن حتى بدأك الموسم بقيم ولا بقيمين أوكي هو تقريبا نفس السكن السلاح الفرعون يعني هذا السنايبر أوكي يلا أعطونا يا أخي شي زين ما تخلونا نشحن يعني كثير أوكي أوكي مش فهم يعني للحين والله ما أخدت شي أنا الصوري حبيبي يلا مئة عشرين يلا يا رب يا رب يا رب يا أخي لو كان السلاح والله ما تعطونا إياه أوكي يلا ماليش أصار زين هاد الكارينكار والله فخم أوكي أصار زين يا أخي عطونا شي زين يلا خلونا نعصب لا تخلونا نعصب أوكي أصار زين أصار زين أصار زين أوكي بس والله مئتين والله شوية يا بيستول حاكيم يا أخي أنا والله مش فهمني نجيبون هذه الأسماء والله بصرق أوكي والله ببيستول زين يلا نحفظو أنه بصراح ما عندي بيستول زين لهذا الدرجان أنه تركيباته موجودة معه أصلا زي ما تشوفون يعني أوكي بس والله زين بس معتوني شيء أتوقع رح نخسر كثير يلا أوكي الحين لسا تضل سيبي فما عليش يلا 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 الله ياخدكم يلا يا رب أعطني شخصية الرقصه الشخصية لا رغم أقول الله يعني بسمعش بتني كثير بصراحة يعني بصراحة دايما ما افضلها افضل اخليها يعني شوف يعني اظلت تميمة و يلا اعطيني الشخصية بليز الشخصية ولا سلح سلح شخصية ولا سلح اوه سوري شاب اه اوه 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 و هي 1200 و هي 1300 اوه ياخي والله هذا اللي مسوي السحبات والله 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 يالله هشحنو اوه رجعت لكم شباب نستكمل على الله يالله ادخل اوه واضح انها ستكلف اه سوري يا جبار ها ادخل اوه واضح اشوف والله كاريتا اتوقع والله بصدق صدقوني انهم راح يعطوني الشخصية وان شاء الله ما يعطونيها ان شاء الله يضعوني سلاح يلا 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 الله ياخدكم والله صدقوني اني والله كرهت ام العجلات هذول والله ما اتها شخصية ما تحسها بهذا الشكل بصراحة ما شعرف يعني كل واحد دودوكو بس نتحسها يعني تحسها سيبور كده What? Really? 2300 ليش؟ آه ربي آه يا أخي ليش 2300 آخر سحبة ليش؟ Oh my god لا يا أخي والله كارتة كارتة بصدق ولا كارتة إذا صراح تصير العجلة بهذا الشكل خلاص يعني بطلت أسحب جيب أم السلاح يا أخي والله شبه والله كراث والله كراث شو مسوي لي سحبات والله السبب أني يعني بس أجرب لكم السلاح بصدق بس يعني أعطيكم فكرة عسر يعني تكلمت عنه كثير فالسبب اللي خلاني أشحن العجلة بس والله ولو ما كان هذا أول شي والله ما كنت رايس أسحبه بصدق و2300 الله ينعي بليسكم الله أوكي أوّل سلاح ماتك شنوان جزء الأول مكتمل ليا وابعدين جزء الثاني مفتوح ماذا؟ ترقية لا 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 انت سرق تحكي بطاقات الميتك يعني ما ترقي سلاح تقوم بترقية سلاح تكلفة تحل مزيقنا الخصائص هولي الشيت هولي الشيت يعني انا صار فكثر من ستة الاف سي بي عشان يعني تعطيني بطاقات الميتك اطور السلاح هولي الشيت صار خلاص يا خسرنا نلعب باب جي خلاص النظام صار نظام باب جي يعني حتى يفتح لي هاد المستويات زي ما تشوفون هولي الشيت كم بطاقات 1360 اوه حظ اisexual انا ارتكب اصدق صدق يا شباب مالك صدمت ما كانتت في كرب ما كانت البطاق ننك في اقل أريد الكثير ارجو لازموا مفتاح صنع نقوم whole حتى ما اطرف والشي اوه ماي جود والله هذه عجلة النصب موش سحب والله بصرق النصب يا اخي والله اضحك على نفسي شوف لا بصرق شوف كم بطاقة اسمتك 1360 يعني حتى تفتح اخر شي موش اخر شي قبل اللفل الاخير اللفل يا اخوذكم يا اخي والله اللي يمسوي السحبات هادي لاه يعني اللي يتمحجر واحد اوكي رح نسحب عشرة والله بصدق عندك صدوم يشوف يلا نسحب عشرة والله كاريتا كاريتا كلا بالمال يلا أسحب أسحبكم والله ما سأسامحكم في كرة الثلاثة أو شيت لا 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 شاف والله ما أعطاني أي شي أوه مايجوود أولي شيت شوف شوف يا أخي ما أعطاني شفرا ما أعطاني لها بطاقة 20 ولا 50 ولا 40 اوكي يلا نشوف كم لفل اوكي ترقيا عنده مية وستين بطاقة متك اوكي وين راح احبز واميد فوهت فاريد يعني انا راح الفل لفل اثنين الله ياخدكم بصدق الله ياخدكم عشان تعطيني ملسق فتحت عشر بيجات حتى تعطيني ملسق اوكي الواميد اوكي بس والله ما راح اجربهم اوكي مش فهم انا ما عندي فكرة الحين على النظام هذي خبرتكم في المقطع السابق اذا تذكرون قبل نزول السلاح اوكي يعني التركيبات شو التركيبات وتشحن حتى تفتحها يعني التركيبات الاصلية اللي تخص السلاح التأثير تأثير الموت زي ما تشوفون يعني كيف اذا تلعب السلاح هذا وما عندك تأثير الموت فاديش انا بالاصل انا ليش شاحنه اصلا يعني تقريب شوف 7000 سي بي كود بوينت اوماي جود صدقوني الموسم القادم اذا سووا كل العجلات بهذا الصيغة وبصيغة الماتيك صدقوني انكم راح اه خلاص يعني كله راح يفلس اذا يشحن يعني اذا اه اوماي جود والله نظام غبي بصدق والله نظام غبي اخي لو كان اوكي ما عليش انا استغل يعني بصراحة استغليت شوي ثمان سلاح باخر سحبة 2300 صدمني بصدق لكن بس اذا ترقك وتستخدم بطاقات الماتيك وايضا تشحنهم وانت وحظك فهنا الغباء بعينيه بصدق يا شابب بصدق اوماي جود والله بصدق صير ترتعش بصدق والله بصدق يا اخي مش فاهم النظام الشرك هذي يعني اش تريد يا اخي انت اذا كان اذا شحن بعجلة حد مئتين دولار او ثلاثميث دولار فليش انت فين المتعة الحين فين انا مش فاهم والله النظام هادا مسويين وكل بس على الجوال بياب السلاحين بيرك شوف يعني ممكن حتى لو نفتح هادول ما اتوقع انه رح يعطينا شوف ليش لانه ما اعطينا السلاح ديفولت فما اتوقع انه التركيبات هاد رح تسويها لك سلاح يعني ورح تطع معك التركيبات المصلية يعني اللي رح تكون ماتيك اوماي جود والله نظام غبي صدقوني نظام غبي جدا يا شابب ما كنت اتوقع انه يكون لها الدرجة والشركة تكون طماعة يا اخي والله كلاب فلوس صدقوني والله كلاب فلوس والله انصحكم يا شابب المهم رح انشار المقطع بس انصحكم باذن الله اتمنى من الناس اللي كل تشاهد هذا المقطع او اللي يشاهد المقطع يشاركوا مع اصدقائه حتى الناس الكل تفهم بصدق والله نصب والله نصب يا شابب يعني ما عندك فايد انت الحين كيف انا شاحن كل العجلة واخر سحبه باغلى تمن يعني بضعف التمن اللي انت شاحن به بالسحبه من قبل الاخيرة تقريبا ويعني كل هذا الشيء ويعطيك سحب بطاقات متك وانت وحدك شوف يعني شوف شوف الطمع صدقوني اني لما نشرت لكم مقطع ذاك انه الشركة تحب الفلوس فصدق يعني الشركة تحب الفلوس والله دايما تكون عندي نظرة مسبقة على الاشياء هذه حتى خبرتكم اذا تذكرون انه استعدوا لي ما هو قادم سلاحه مفاعلي مفاعلي يجب عليهم اذا تحبين سلاحه مفاعلي مفاعلي اعطي السلح لتحرف اخرج اخرج باكدين باكدين! ساهل السلاح فردي اطلق الفرق نجد السلاح مادي السلاح فخم والسلاح رهيب لكن بعضه السلاح قوو شباب مستعني اطلق اعطيك 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 اقفني قد تربية اعطيك اتساعد اتساعدك 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 ايضا صرح اتساعدك هيا هيا اتساعدك والعين اعطيك جداً فخم مجدداً فخم اوه! اتحكم بيستولي! هكذا ذاهبت signal هل الدقيق في س dessa بدمطت الاسخة احسنة اعتقدت إической هدو عمز هي أحسنة يا رب تنفع لقد قمت بسرعة! ماذا؟ ايه! لقد قمت بسرعة! ماذا؟ ايه! اوه! قمت بسرعة! اوه! اوكي! يعني الحين اللي فهمته من السلاح يا شباب انك اذا ما لفلته زي ما تشوفون يعني لما يدبحوك فاكيد انه يرجعلك الايفكت زي ما كان بالاول اوكي! يعني ما يعطيك لانك مش فاتح اللفلات فلهذا ما يعطيك الايفكت اللي بعده كل ما تدبح شوف والله راسه يطير بالسماء اوكي والله السلاح فخم يا شباب لكن والله الشركة يخين الصابة وتنهب فلوس للاخر بصراحة! يعني حتى نكون واضحين لمسوي هاد السحبات والله كاريتة والله كاريتة انت يا أخي لا يخد ا rounds قالوا عاذا ما اسøي istedi المهيما شعب اتمنى انكم استفدتم بس من هذا المقطع والتوقع الناس كانت لا 있 cartsو است追تين ليس ا OMG من انصحك انك تشحن هاد العجرة والله احذرك الان فا اتمنى انكم استمتعتم واستفدتم يا شباب ان استفدتم كل عدم لا تبupaوا علي بمشاركة المقطع وعليكاتكم شاباب تذكروا لايكا مجاني وتقديرا لتعبير و الله بصرق يعني صرت حتى أخر ليل حتى أسوي لكم هذا المقطع وفهمكم كل شيء عن العجلة فالله شباب دمتم في عطلة لواحف دي نتقي في المقطع القادم السلام